اعربت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس الشورى برئاسة سعادة العضو يوسف من احمد الغتم عن ادانتها واستين كاريها للمحاولات المتكررة التي تقوم بها قناة الجزيرة لتشويه سمعة ومكانة مملكة البحرين ووحدة شعبها من خلال بث ونشر تقارير اعلامية كاذبة ومغلوطة تفتقر للمصدقية والمهنية وبعيدة عن مواثيق الشرف الاعلامية واكدت اللجنة في بيان لها ان هذه التقارير وما تتضمنه من معلومات مضللة ترمي الى النيل من منجزات والنجاحات التي تحققها مملكة البحرين في مجال حقوق الانسان وترسيخ قيم العدالة الناجزة واكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس الشورى ان قناة الجزيرة تتبع نهجا عدائيا ضد مملكة البحرين وتعمل على نشر تقارير واخبار ممنهجة لاثارة الفتن والتأثير على تماسك شعب البحرين والنسيج الوطني واضافت اللجنة ان قناة الجزيرة تنتهج مسارا غير مهني وتتعمد تأجيج الرأي العام وتأليب الشعوب على قياداتها بغية بث الفوضى والتخريب المتعمد عبر سلوكياتها وممارساتها الاعلامية غير الموضوعية واضحت اللجنة ان التقرير الذي بثته قناة الجزيرة يوم الاحد الماضي تضمن مغالطات ومعلومات عارية عن الصحة مؤكدة ان مملكة البحرين تعتبر واحة للسلام والاستقرار ونموذجا في الالتزام بقيم ومبادئ حقوق الانسان كما انها تسخر بالتشريعات والقوانين والانظمة والقرارات التي ترسخ حقوق جميع المواطنين وبينت اللجنة ان السجل الحقوقي المشرف الذي حققته مملكة البحرين على المستويات كافة يتحض التقارير المشبوهة التي تبثها قناة الجزيرة وتأتي ضمن اجندات سياسية تخريبية مؤكدة الاستنكار والرفض الشديدين لكل ما يمس سيادة مملكة البحرين والتدخل السافر في شؤونها الداخلية اشتركوا في القناة